ترجمة نانسي قنقر اعطينا حل انت كل شيء يفقت بي وكل شيء يلقيت فلا حل ما عطيت ناش حلوك ما عطيت ناش رؤية فلا برنامج واضح متاعك تخدم في البلاد وعاود يتراشح للرئاسية من اخرى وليس شد من اخرى رئيس لكي يتظلم العباد لكي يتدخل العباد للحبس باطل كله على رقدك كله ذنوب ذنوب تعمل فيه وانا يدوحني الذي يستشد الايات القرآنية دائم ويمشي يصلي ويمشي يصلي ويمشي بالايات القرآنية ولكن جاء ما يقولش ايات القرآنية قوله ملحد ولما يعرشش ولما ما يعرفش رب هك تعرف ربي هك تستشد بالايات القرآنية وتصلي على روح انتك حقاني وصافي وتحارب في الفساد شبيل نسيبك الذي عنده الكارير في القرآن الذي يحبط عليه المعتمد وتحافظ المرة الفيطة الوضعية شبيل نحيط المعتمد هو محسبتوش ينسيبك لا تدخل نسيبك للحبس وليس متجاوز القانون يدخلوا للحبس ها تحقاني وتحارب الفساد عادك شبيل ليس متجاوز القانون تطلب من خير لبن خليفة وليس متجاوز وليس متجاوز وليس متجاوز وليس متجاوز وليس متجاوز عيلا تحكم نفس الموضوع وعيلا تحكم متجاوز وليس متجاوز وليس متجاوز تغتل bibir علي موضوع سوف يتسمى أخي لا يبكيت لا يبكيت لا يبكيت لا يغيب الجمعة على أخوه لا يغيب الجمعة على الحبس لا يغيب إلينا أو تونس أو سورسة أو المهدية أو مصيري لا يبكيت لا يبكيت لا يبكيت وبي وعمي عمي رشيد عمي رشيد لا يغيب الجمعة على أخوه لا يغيب الجمعة لا يوجد أهل ولا أمالي لا يوجد عارش نحن عملنا وقفة احتجاجية سكرنيها وما وصلت تكش نحن عملنا وقفة احتجاجية وما وصلت تكش انت للقصر المعلومة وما في بالكش عليها يا حبيبي السبوعي بعد بعث من يجور ما الوقفة يقول لهم يمي يشكونوا حبيبي السبوعي في باليش من عرش سكروا هالي بلاد عرشي كبير طب تخلص والله ماتوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر